شيال هالبيرك يفرسان بيمين هذا من هالكوفان والله من المدينة ما شفت في الرايات وظل يتأمل في شمائل الراية الراية ممزقة ما فيها مكان سالم شده موضع قبضة أب الفاضل لما أنه ادخلت غنائب الحار على يزيد بن معاوية قال راية من هذه هذه راية إنسان مو عادي شمائل الراية وإن كانت ممزقة وإن كانت الراية ممزقة لكن شمائلها وصورتها لازالت في ذهني شيال هالبيرك يفرسان بيمين هذا من هالكوفان والأمن المدينة ما شفت في الرايات هالراية مثلها بضرب الهنادي موزعة يا قوم كله هالفارس اللي شالهو بالعرق فالغة ملزوم صاحب الجسارة تعينون ليش تسأل يزيد قالنا شن شفتون مثل هذا التصوير الآن شو عراء ما شاء الله شفتون مثل التصوير ملعطية لهذه القضية أولي جني شفت حبيد حيدر يوم صفين لا لا هي بإيد العباس لأنه شارك عمره 17 سنة شارك العباس وهاي الراية بإيده جني شفت حبيد حيدر يوم صفين يحمل على غل الشام بيها شمال ويمين شيالها بالله عليكم قولوا منين قالوا حملها بلفضي الحام الضعين قالوا حمل ايه ما يحمل هلأ مثل هذا لتشوف صلاة علينا يوم جان شوف التوصيف من ملعطية لتشوف صلاة علينا يوم جان ضيق علينا ضيق علينا الواسع وغيام سمان فاضة طفوف الغاضرية من ادمان زعلان لكن نور يصطع من جبين اوالي 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 زعلان زعلان يعني مغضب من اجل الحق لكن نور يصطع من جبين بعد طبل الشريعة وبالقلب له بشواي وخاض بيمين وترس شفه ما اشرب ماء ويقول قبل ابن النبي ما يرتوح شاي ليش ابو فاضل الكيف نشرب والعطش ما ذي سكين قال لو لا القضاء يقول سيد جحفر الحلي لو لا القضاء لم حن وجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرهفات وانه وحسامه من حدهن لا احسموا لولا القضاء من قطعنج فوف من الزنود وانهد عزم يوم شاف تمز قل جود ومن ظهر ذاك المهور خرب ضربة عمود وحسين قلت حيلته من بعد عين وين زينب يا ملعطية مو حاضرة ايه حاضرة بمجلس يا زي زينب تنادي هم يقولون هم يقولون زينب على باب الخيار زينب تنادي يا جمال الهاشمية عسى يا ربي عودك الباري علي بس ما صرخ زلزال نواحي الغاب بري اين الصارخون وحسين نار نار